جيوسترات جيوسترات تغيرات إقليمية ودولية ترسم ملامح نظام عالمي جديد يلقي بدلاله على الساحل جيوسترات برنامج أسبوعي يصلط الضوء على التحديات والرهانات الجيوسياسية بالمنطقة جيوسياسية بالمنطقة من ستوديو إذاعة إفريقيا أفأم نرحب بكم استمعين الأكارم إلى هذا العدد الجديد من برنامج جيوسترات في هذا العدد سنتحدث عن الحرب الإلكترونية في الصين التي تعتبر من أكثر البلدان تطورا في هذا المجال وسنتحدث بشكل أساسي عن الحرب الإلكترونية الضائرة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية منذ عقد من الزمن فالصراع في الساحة الإلكترونية في أوجه بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية حيث يجري تبادل الاتهامات بينهما بمحاولات الاختراق والتجسس وهو ما حدث في ربيع 2023 حيث اتهمت واشنطن الصين بالتجسس عليها وفرضت عليها عقوبات ولمناقشة هذا الموضوع يشرفنا البروفيسور سالم برقوق المحلل للإستراتيجي أهلا بك بروفيسور مرحبا السلام عليكم ورحمة الله جيوسترات وعليكم السلام ورحمة الله إذن بروفيسور سالم برقوق قبل عقد من الزمن أعربت الولايات المتحدة الأمريكية في جنفي 2011 عن قلقها من قدرات الصين في الحرب الإلكترونية والأقمار الصناعية لتعلن في كين بعد ستة أشهر من ذلك الوقت للمرة الأولى بأنها شكلت قوة من محاربي الفضاء الإلكتروني هذا يجعلنا بروفيسور سالم برقوق نتساءل عدة أسئلة نبدأ بأولها كيف كانت بداية الصين في الحرب الإلكترونية شكرا في الحقيقة الأمر واضح واضح جدا بالنظر إلى الكرونولوجيا التي مرت بها هذه الحرب بين كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية بحيث في صيف عام 2011 أعترفت الصين للمرة الأولى بأنها شكلت قوة من محاربي الفضاء الإلكتروني وكان قوامها 30 خبير واجبهم الأساسي هو حماية شبكات الكمبيوتر التي كانت عائدة للجيش الصيني من اختراقات والهجمات الخارجية إذن هدف الأساسي هو حماية الكمبيوتر الصيني من اختراقات والهجمات الخارجية وأطلق عليها اسم هذه القوة بالجيش الأزرق تحدثنا عليها في الأدات السابقة نعم إذن هذا كذلك جاء حينها يؤكد تشكيل الجيش الأزرق خلال مؤتمر صحوفي عقدته وزارة الدفاع الصينية حيث قال الناطق باسم الوزارة أنذاك أن الغرض من تشكيل الوحدة هو تحسين إجراءات الأمن الخاصة بالقوات المسلحة الصينية وبتالي لتبرير هذه الوضعية وكان كذلك كانت المعلومات تشير حينها أن تشكيل الوحدة التي تتبع القيادة هذه تابعة للجيش التحرير الشعبي ثم قبل سنتين من تاريخ الإعنان عنها في 2011 ولكن فكرة تشكيلها كانت تعود لأكثر من عشرات سنة يعني السن كانت تتحذر لهذا الموضوع قبل عشر سنة من 2011 وهذا دليل والصين الشعبية معروفة بالشي هذا لإعلان الخبر الرسمي مباشرة أن يكون بعد قيام بعدة تجارب وظهر ذلك حتى في الأسلحة النهوية والسواريخ المضادة للطائرات والسواريخ أرض أرض وكان للصين دور هام وهم جدا اليوم صراحة اليوم الصين التي كانت تعتبر كدولة اقتصادية بحتة ولكن هناك اليوم كذلك تفوق الصيني حتى في الميدان العسكري وميدان الاستراتيجي في عدة ميادين بخص بمكانها أن تنافس الولايات المتحدة الأمريكية وجاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة رسمية خاصة بالجيش الصيني أن الدولة أنفقت عشرات الملايين من الدولارات لإعداد هذا الجيش يعني أولته أهمية عشرات الملايين من الدولارات من أجل حرب الإلكترونية في 2011 فرسوس المبرقوق يعني مبالغ مهمة جدا وأغلفة مالية ضخمة مبالغ مهمة ومهمة جدا ونحن نشاهد فيما بعد أن الصين راح تضر مبالغ كذلك هامة وهمة جدا في هذه في هذه الورقة في هذه الاستثمارات التي راح تخضها فيما بعد نعم راح نشوف ذلك في كثير من الدول الإفريقية راح تدخل الصين كمستثمر رقم واحد في هذا الميدان في حده نعم يعني بروفيسور سيد برقوق بين قوسين فقط في هذا السياق الصين في ذلك الوقت في 2011 العالم كان فيه سباق للتسليح لكنه كان يتجه نحو الأسلحة الثقيلة الأسلحة الصلبة إن صح التعبير الدبابات الطائرات يعني مختلف أنواع التسليح لكن عشرات الملايين من الدولارات تنفق من أجل حرب إلكترونية وكأن الصين كانت سابقة لعصرها في ذلك الوقت بطبيعة الهال نشوف حتى يعني عشية اندي ضرحاية برلين وان كان سيرع بين الاتحاد السوفيتي سابقا والولايات المتحدة الأمريكية كان كل السباق مبني على ما يعرض سياسات الصلبة بالخصوص الجانب العسكري والجانب الاستراتيجي وان الولايات المتحدة الأمريكية أدخلت الاتحاد السوفيتي في مفاوضات لا نهاية لها وكان بدأ في السبعينات من القرن الماضي بما يعرف سالة واحد سالة تنين سالة واحد سالة تنين سالة تلاتة وكل هذا مبني على المفاوضات فيما يخص الأسلحة الثقيلة ولكن اليوم الصين الشعبية صراحة في الحروب الإلكترونية اليوم الصين أخذت أشواط كبيرة وكبيرة جدا حتى الولايات المتحدة الأمريكية جد وقالقة نعم وكثير من كثير من تقارير اللي راح تخرج تصدر من البنطاغون تدل على ذلك وقلنا كذلك أن كثير من كبار الباحثين في الجمعية الصينية لتدرس وتناول التسلح ونزع السلاح وصف تشكيل الجيش الأزرق بأنه يمثل خطوة كبيرة في 2011 إلى الأمام في ما يخص أنا ذاك نهار تم إعلان على هذا الجيش في 2011 كما تفضلتم إلى الأمام بالنسبة لجيش الصيني مضيفا كذلك أن الصين لا يسعى التغاضي عن أي فراغات قد تظهر في إجراءاتها الأمنية العسكرية أو الحكومية يعني لا يمكنها التغاضي عن طبيعة عن وجود فراغات في أمنها السيبراني في كل يعني كل هذه الفراغات وما تحطيش فرصة بالخصوص هو تقصد مباشرة أنه بطريقة مباشرة وغير مباشرة تقصد الولايات المتحدة الأمريكية ما تطرق لهاش المجال للاختراقات في هذه الميات وبالتالي اليوم يمكن حتى هذا كذلك رد فعل لبعض كبار الباحثين يقول أن ليس للأنترنت حدود نعم حيث قال لا نستطيع أن نخمن أي دولة أو منظمة قد تقرر مهاجمتنا معتبرا أن الغارض من تشكيل الجيش الأزرق هو دفاع بالأساس وليس بصدد مهاجمت أحد هذا بطبيعة الحال كل المبادرات سواء كانت من الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية أو من الاتحاد الصوفياتي أو من الصين أو من دول أخرى المبادرات في البداية تكون تقول مبادرات دفاعية وإنما لأن الاتهامات اليوم للصين بأنها تهاجم وتشن هجمات سيبرانية على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى دول في الغرب فيه اتهامات اليوم اليوم 2024 والجيش الأسرق تم إعلانه في 2021 2011 و2024 رهي 13 سنة يوم طموح الصين ليس طموح 2011 اليوم طموح الصين طموحات كبيرة كبيرة جدا حتى في الحروب الإلكترونية تحديثة المينطات الهوائي ربما يتذكرها العالم جيدا سيد سلم برقوق وكانت اتهامات موجهة للصين بالتجسس اليوم الصين الشعبية أخذت في مواضيع كبيرة وكبيرة جدا حتى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في حرج تجاه الصين حتى يعني الكلمة التي قالها الرئيس الأمريكي قال لابد علينا أن نأخذ الصين كمنافس ولا يلزم علينا أن نأخذ الصين كعدو هذه في استراتيجية الأمن القومي التي أعلن عنها هذا الطرح وهذا القاعدة وهذا المبدأ ابدأت حتى في عاهد معكنا مرة نفس الطرح اليوم الاولايات المتحدة الأمريكية اليوم في حرج اليوم كثرة الأعداء الولايات المتحدة الأمريكية هو مساس مباشر بالمصلحة الوطنية الأمريكية هو المساس بالحدود الولايات المتحدة الأمريكية اليوم حدود الولايات المتحدة الأمريكية ليست مساحة الولايات المتحدة الأمريكية حدود الولايات المتحدة الأمريكية يخارج الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي هذا اليوم في الشرق الأوسط في جنوب شرق آسيا اليوم نشوف القواعد العسكرية اللي رأي موجودة في اليابان اللي موجودة في كوريا الجنوبية اللي موجودة في الفليبين هذه كلها تخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وهو جزء أهم في الحروب الإلكترونية بما يخص الجوسسة والعمل المخابرتي وفي أيضا ست سنة بن قوق في 2011 نشرت صحيفة يومية الجيش تحرير الشعبي الصيني ناطقة باسم الجيش الصيني أن الجيش أجرى اختبارات تتضمن خوض معركة إلكترونية ضمن قوة مهاجمة تفوقه عدد أربع مرات وحينها نجح الجيش الأزرق في حماية شبكات الكمبيوتر العائدة لجيش الصيني من عدة موجات من هجمات التي استخدمت الفيروسات وكمية هائلة من رسائل بريد إلكتروني وغيرها يعني كان الحافز من إنشاء هذا الجيش الإلكتروني هو تعرضها لهجمات سيبرانية لكن بروفيسور سنة بن قوق في جزئية أخرى من القلق الأمريكي تجاه قدرات الصين في الحرب الإلكترونية والأقمار الصناعية يعني الاستخبارات الأمريكية كانت قد اكتشفت الحرب الإلكترونية في الصين قبل الإعلان عنها وكانت الأمريكيون يستشعرون بها هذا اللي قلنا يعني الصين معروفة تبدأ قبل ما تعلن رسميا على إنشاء الشيء هناك مبادرات كبيرة وكبيرة جدا نعم تدخل في هذا الإطار وبالتالي اليوم حتى من الواضح أن العديد من المحللين الصينيين كانت كيفية استخدام واشنطن للتكنولوجيا الشبكات والمعلومات نعم للتدخل في شؤون داخلية للدول الأخرى وكيف تهدد الهيمنة الأمريكية الإلكترونية الأمن الصيني في مجالات مختلفة نجد من المؤسرات التي ستدل بها تستدل بها الصين على ذلك إعلان الولايات المتحدة الأمريكية في يوليو 2011 أن الفضاء الإلكتروني أصبح مجالا جديدا للحرب فضلا عن تسريبات استخباراتية في شهر مايو في شهر مايو من نفس السنة ويونيو في 2013 علاوة على اهتمام وزارة الدفاع الأمريكية بالخصوص خمسة ضباط من جيش تحريل الصيني بتهمة التجسس الاقتصادي في ماي 2014 لأنه في ذلك الحين كانت فيه حرب اقتصادية ما بين الصيني هذا أمر هام وهم جدا ربما ترامب هو من رئيس أمريكي هذا اللي تفتح مجال أن الحرب الإلكترونية ليست حرب عسكرية وأمنية واستراتيجية ومخابرتية فقط وبالتالي اليوم حتى الجوانب المادية الاقتصادية والمالية بالخصوص اليوم نشوفه البورسات العالمية والدور الهام لتلعبوا هذه الحروب الإلكترونية لذا وضعت الصين في المقابل هذه التحديات أهدافا رئيسية لتعبئة الحرب الإلكترونية في بيكين ومن أبرز تدريبات الموظفين العسكريين والمدنيين على الحروب الإلكترونية تشكيل وحدات حربية ووحدات احتيات متخصصة في مجال الفضاء والأمر السبراني نعم يعني الصين اليوم متقدمة في هذا السياق الأمن السبراني يعني وهو مجال اليوم حرب قائمة الصحة التعبير بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في الفضاء السبراني سنواصل مناقشة هذا الموضوع وتحليله رفقتك البروفيسور سلام باقوق بعد فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود لمواصلة هذا النقاش مستمعنا على الكريم ابقوا معنا سنعود بعد الفاصل نجدد وترحيبا بكم مستمعنا الأكارم إلى هذا الجزء الثاني من برنامج جيوسترات نحن نتحدث عن حرب الإلكترونية في الصين ونتحدث عن هذا الموضوع في هذا الموضوع برفقة البروفيسور سلام باقوق الباحث في الشؤون الاستراتيجية ومحلل القناة أهلا بك بروفيسور الجديد إذن بروفيسور سلام باقوق السؤال الذي يطرح نفسه بشدة في هذا السياق ما هي دوافع الحرب الإلكترونية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وكيف ساهمت أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية في تأجيجه سؤال جوهري وسؤال مهم جدا كيف يمكن أن نجيب علىه إذن ربما الشيء الأساسي لراه يمكن التركيز عليه بالخصوص في الأزمة الصحية التي مرت بها العالم ومرت بها العلاقات الدولية أين أعتبرت الصين استراتيجية الأمن الإلكتروني الأمريكي بمثابة تهديد لمصالحها الداخلية أولا ومصالحها الخارجية فيما بعد في النهاية مصالح الصينية كما كانت سوى داخليا أو خارجيا حيث يبرز العديد من محللين الصينيين كيفية استخدام واشنطن للتكنولوجيات الشبكات والمعلومات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وظهر هذا مدى راميتريز تمكن القوات الأمريكية في استعمال مثل هذه الأنواع من الحروب وكيف تهدد الهيمنة الأمريكية الإلكترونية الأمن الصيني في مجالات مختلفة ونجد من المؤشرات التي تستدل بها الصين على ذلك إعلان الولايات المتحدة الأمريكية كما قلنا في يوليو 2011 الفضاء الإلكتروني أصبح مجالا جديدا للحرب فضلا عن تسريبات صندن الاستخباراتية في مايو ويونيو 2013 علاوة على اتهام وزارة العدد الأمريكية خمسة ضباط من الجيش الصيني بتهمة التجسس الاقتصادي في مايو 2014 كذلك لذا وضعت الصين في المقابل هذه التحديات أهداف رئيسية لتعبئة الحرب الإلكترونية في بيكين ضبط من بين الأسباب والدوافع لأدات بالصين لكي تخوض في هذا المجال ومن أبرزها تدريب كثير من الموظفين العسكريين والمدنيين على الحروب الإلكترونية وتشكيل وحدات حربية ووحدات احتياط متخصصة في مجال الفضاء والأمن السيبراني لذلك وضعت الصين في المقابل هذه التحديات أهداف رئيسية لتعبئة الحرب الإلكترونية في بيكين ومن أبرزها كما قلنا تدريب موظفين وعسكريين مدنيين على الحروب الإلكترونية وتشكيل وحدات حربية ووحدات احتياط متخصصة في مجال الفضاء والأمر السيبراني هذا ومن منظور الأمريكي من منظور الولايات المتحدة الأمريكية تمثلت الشكاوي الأساسية في اختراقات الصين المتعددة رصدت يعني اختراقات أيضا من طرفين من طرفين من الصين ومن الولايات المتحدة المتكررة لشبكات شركات لسرقة ملكيات فكرية أو معلومات تجارية خاصة بالأمريكا في حين أن القيمة الإجمالية لهذه السرقة غير معروفة يقدر أحد المراقبين وهو عقيد متقاعد كان رئيس سابق للوكاية الأمن القومي تكلفت سرقة الصين للملكيات الفكرية من الولايات المتحدة الأمريكية بيحاولي 14 مليار دولار في عام 2014 كبير جدا جدا واتخذت الولايات المتحدة الأمريكية فيما بعد خطوات بإدانة كما قلنا خمسة ضباط في الخدمة نعم من الجيش الصين بتهمة القرصة نعم وهي الخطوة اللي راح فيما بعد الولايات المتحدة الأمريكية تأخذها كذلك ومن بينها كذلك فيما يخص بالشأن الفضاء الإلكتروني أما بالنسبة أما بالمسألة بروفيسور سينا بغير يعني بين قوسين فقط يعني هذا ما يفسر يعني الحرب الإلكترونية ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية مست كثيرا الجانب الاقتصادي والجانب الصناعي باعتبار أن الحرب بين البلدين خاصة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت حربا اقتصادية معلنة والصين أيضا في فترة سابقة كانت تعتمد على يعني أخذ الأفكار وأخذ الأسرار الصناعية من خاصة مليون الأتحدة الأمريكية وإنتاج منتجات مماثلة ربما بنفس الجودة وبنفس الكفاءة نحن ربما في حصص فارطة وخصصنا حصص هامة وهمة جدا جازت في القناة هذه هو أن الحروب الإلكترونية هي حروب في أول وهلة ربما الوهلة الأولى نأخذ منها العبر أنها حروب بسيطة وبسيطة جدا ولكن في نهاية المطاف جد مكلفة وتأخذ لبروفي تأخذ أرباح أكثر من الحروب التقليدية وبالتالي اليوم بالخصوص إذا كانت دولة متطورة مع دولة أخرى متطورة راح تكون خسائر كبيرة وكبيرة جدا ويظهر ذلك في الجوانب اللي تكلمنا عليهم الجوانب الاقتصادية والجوانب المالية بالخصوص في نهاية المطاف الاستثمارات الاقتصادية لهذه الدول نعم ولذلك احنا كهذا الولايات المتحدة الأمريكية تدعو دائما للقلق للقلق فيما يخص الاختراقات المتزايدة لأنظمة الولايات المتحدة الأمريكية عبر الفضاء الإلكتروني لغرض تجسس تقليدي تتعلق بالأمن القومي الأمريكي ولذلك احنا قلنا الحروب الإلكترونية الغاية تحاية الدعاية والاختراق كل المعلومات الموجودة نعم سواء كان الجانب المخابراتي أو الجانب العسكري ضيفي لذلك اليوم الاستثمارات الاقتصادية لأصبحت الدبلوماسية الاقتصادية بالجوسس الاقتصادية أهم وهم أجد الخصائر الكبيرة تأتي في هذا ومن أكبر المجالات التي تهتم بها المخابرات الدولية وهذا المجال الذي نتحدث عنه مجال الحرب الإلكترونية وهذا الشيء اللي أتقول تبرر به الولايات المتحدة الأمريكية تم كشفه في يونيو حزيران 2015 عن اختراق مكتب جوان 2015 نعم اختراق مكتب إدارة شؤون الموظفين الأمريكيين وكل هذه الأحداث أججت الصراع بين الطرفين بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين رغم أن الصراع كان تقليدي من طرف من طرفين لريادة العالم نعم وأملكة العالم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والسيطرة على دوالب الاقتصاد والمنظمات العالمية أهنا نفتح قوسها مهم جدا الصين خذاو الاستقلال في 1949 نعم نهاية الحرب العالمية الثانية لفسحة المجال كذلك لولايات المتحدة الأمريكية باشت سيطر على العالم وفسح المجال فيما بعد بما يعرف بإتفاقية بريتون ووتس الجانب الاقتصادي ونتكلم مخلفات بريتون ووتس مخلفات الحرب العالمية الثانية واشه بريتون ووتس هي القات هي المنظمة العالمية للتجارة واشه بريتون ووتس هو السندوق النقد الدولي هو البنك العالمي هذه كلها خدمة لمصالح الغرب بصفة عامة وخدمة للولايات المتحدة الأمريكية لفتحة المجال فيما بعد لهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم وبالتالي اليوم نتكلم على أمراكات الولايات المتحدة الأمريكية أمراكات العلاقات الدولية إلا أن هذه القوة الجديدة الصاعدة التي ظهرت فيما بعد راح تمس وتنقص من هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بشكل أخص ساهمت الأزمة الروسية الأوكرانية في إحداث تغييرات جيوستراتيجية عديدة كتأجيج الساحة الإلكترونية في الصراع كيف تم ذلك؟ بتزامن مع الأزمة الروسية والأوكرانية كثفت الصين جهودها لتصبح قوة قتالية هائلة في مجال الحرب الإلكترونية كما رفعت مستوى المجموعة المسؤولة عن عمليات الحرب الإلكترونية منذ عدة سنوات وذكرت هنا وزارة الدفاع الطيوانية أن طائرات حربية سينية من تيراز جي 16 دي التي تحتوي على أجهزة التشويش حلقت في منطقة التمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي الخاصة بها وهنا قال البنتاجون أيضا أن الصين تعمل على بناء أنظمة حرب إلكترونية في الفضاء من بينها أجهزة التشويش على الأقمار الصناعية وراح نشوفه ما بعد أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى في مجال البحرية تستعد لاستيلام بحرية الصينية بحرية الصينية تستهلم طائرات جيخ مصطاج دي وهي مقاتلة ذات مقعدين تحتوي على أجهزة لجمع معلومات استخباراتها هنا دخلنا في مجال آخر وكما قلنا الصين التي كانت تعتبر العملاق النائم وكانت الصين ينظر إليها الجوانب الاقتصادية والجوانب المادية الاستثمارات المادية إلا أن الصين اليوم وظهر ذلك كمقابل لاستثمار في الجوانب الاقتصادية بالخصوص المناجم لراهيليون في إفريقيا الصين في إفريقيا برمتها المعلن أن الصين لديها قاعدة عسكرية واحدة في جيبوتي إلا أن هناك قواعد أخرى غير عسكرية وهي قواعد اقتصادية وقواعد منجمية هنا نتحدث عن القوة الناعمة التي تنتهجها الصين في علاقتها مع العالم خاصة مع إفريقيا وهذا يجد يأكد أن الصين في الحروب الإلكترونية راهي مهيئة خير من أي دولة أخرى هذه الطائرة التي تحتوي على أجهزة التشويش والتشويش يقع في قلب الحرب الإلكترونية والذي كما قلنا في أعداد سابقة استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية في العراق لشل أنظمة الدفاع الطيران والطيران وكان لها ذلك اليوم الاختراقات والتدخلات المتكررة ما قعدتش اليوم مستقبل الحروب هي الحروب الإلكترونية وبالتالي الحروب الإلكترونية اليوم الدول مشات في هذا الشيء حتى بعض الدول الصاعدة اللي راهي تسمى بدول عالم ثالث دخلت هذا المجال وراهي مهيئة باش تخوض حتى المجال يعني اليوم بروفيسور سالم برقوق في الحروب لم يعد ضرب المواقع أو الأسلحة لتدميرها يكفي التشويش عليها بالنظر للتطور الحاصل فيها كي يشلها ويخرجها عن الخدمة هذا أدى التطور التهديد إلى تحديث قدرات الحرب الإلكترونية في عدة أماكن اليوم الحرب الإلكترونية كما قلنا هو السيناريو المستقبلي للحروب المستقبلية كان في الماضي واليوم كذلك نجد حتى كما قلت لك دول التي تسمى بين قوسين دول العالم الثالث مثلا نشوف بولوندا طلبة شراء سافينتين استخباراتين ومن المقرر أن تسلمها في نهاية سبعة وعشرين الفين وسبعة عشرين وهذا بطبيعة الحالة بإعاز من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وبولوندا فيما يخص نظرة جيوبوليتيكية لأوروبا بولوندا هي مفتاح أوروبا هي باب أوروبا من أراد أن يدخل أوروبا يدخل من بولوندا وقد خرطت في حلف الناتو في حلف الناتو في الاتحاد الأوروبي وهتلر أدول في هتلر في الحرب العالمية الثانية أول دولة هي بولوندا واليوم الولايات المتحدة الأمريكية بما يعرف بالدرع الساروخي الولايات المتحدة الأمريكية أخذت دول أوروبا الشرقية الجمهوريات اللي كانت تابعة الاتحاد الصوفيتي وبالتالي الدرع الساروخي بدأت بدوله وسمها بولند بهذا وصلنا إلى ختام هذا العدد أشكرك أشكرا جزيلا البروفيسور سلام بقوق على كل ما تقدمت به كما أشكركم مستمعين الأفاضل تقبلوا تحياتي أنا حسين بن زهرة كنت في عيدة وتقديم هذا العدد أستودعكم الله الذي لا تضيع عده للنقاء